مصدر في نادي الزمالك قال لنا ان قدرت الكرة بالنادي هتقعد مع احمد مصطفى زيزو بعد نهاية البطولة العربية عشان ينقشوا العروض اللي جاية لزيزو ويسمعوا منه العروض ويسمعوا من الاندية اللي بعتها العروض بس بس لاتجاه في الزمالك حتى هذه اللحظة تكز معايا حتى هذه اللحظة هي رفض العروض اللي جاية لزيزو تاني حتى هذه اللحظة تقول لي بعد شهرين ولا بعد شهرين كتير بعد شهر ولا بعد خمسون يوم ولا بعد عشرين يوم تمام ده محوز زمالك وافي اعلى رحيز زيزو هقولك انا قلتلك حتى هذه اللحظة بكرة ممكن الامور تتغير والله واعلم كمان المصدر في نادي الزمالك قال لنا انه النادي نجح في انهاء ازمة مستحقات أشنبونج البالغة 180 الف دولار وانه النادي ارسل خلاص مستحقات اللاعب وهي هتظهر في حسابه خلال وقت قصير جدا يعني بخلص هو الزمالك كده اتشنبونج فضيل له القصة بتاعة سبورتي نيشبونة وقصة شكابالة ويترفع يقاف القيد على الزمالك عشان الزمالك يبدأ يتفاوض على ضم لعبين عشان الزمالك يبدأ يتفاوض على ضم لعبين وهفضل اكرر الوقت مش في صالح الزمالك خالص السوق بيدياء يعني السوق بيدياء يعني اللاعب اللي بيتباع بيتباع واللي بيشتري بيشتري خلص انت هتيه بالزبط كده زي حد اقولها لك بالبلدي قوي يعني حد منزل قالك ايه احنا عاملين عروض على الجبنة عاملين عروض على الجبنة العرض ده ساري من يوم واحد تمانية لحد او من واحد سبعة لحد واحد تسعة معاك شهرين اهو تمام عروض بقى اللي هتروح تاخد الجبنة باتنين جنيه تمام فحتلاقي الناس كلها عملت ايه نزلت من واحد سبعة خلصت الجبنة هو العرض لحد واحد تسعة صحيح بس ماهو كله هينزل يهجب الجبنة باتنين جنيه فهياخدها انا بقولك مثل ضائل جبنة بس اشتفهم الحكاية هو ده اللي بيحصل اللوقتي في اللاعبين سوق اتفتح كله بيشتري احتياجاته وكله بيشوف احسن الحاجات احسن اللاعبين فكله بيخلص والزمالك لسه ما بدأش حتى يعني يتفاوض مع اللاعبين فالامور صعبة جدا صراحة انا اعتقد انه زمالك سوق الانتقالات ده هيبقى عنده صعبات كبيرة فيه ان شاء الله يعني باذن الله عشان خاطر جمعين نادي الزمالك يترفع موضوع ايقافه كد بس هل بقى الزمالك هيرحق اشتهي لعيبة بكواليتي كبير الله اعلم ممكن يكون الزمالك مخلص يعني ممكن يكون ممضي لعب وممضي نادي ومخلص اموره والله اعلم برضو سيفش حاجة بينا يعني اشتركوا في القناة